مثمراً كان يوم وزير الطاقة والمياه والإطفايات في قطر فقد التقى نظيره القطري سعد بن شريدة كعبي بحضور نائبه واللواء عباس إبراهيم والسفيرة فرح بري وقد جرى البحث في العديد من المواضيع التي تهم لبنان وطريقة مساعدة الجانب القطري بها وبالنسبة لتأمين الغاز لمعامل كهرباء فقد جرى الاتفاق على أهمية تغويز الغاز القطري المسال لتغذية مؤسسة كهرباء لبنان كما اتفق على أن أسهل طريقة لهذا الأمر تكون عبر تغويز الغاز المسال في مكان غير قطر ليتم اختيار منطقة العقبة في الأردن حيث تجرى هذه العملية ومن ثم ينقل الغاز إلى الشمال اللبناني عبر سوريا وهذا الحل يكون إلى جانب الحل المنتظر من الغاز المصري الذي سينقل عبر سوريا عن طريق الخط العربي عبر عملية سواب وكل ذلك من شأنه أن يؤمن ويرفع ساعات التغذية بالكهرباء للبنانيين من أربع ساعات إلى ثماني ساعات في اليوم وبحسب ما رشح من معلومات من الاجتماع فأن تغويز الغاز المسال القطري في العقبة بحاجة إلى موافقة أردنية بطبيعة الحال قد بدأ الوزير فيض لمباحثات مع نظيره الأردني في هذا الإطار وهي إيجابية ليصار بعدها إلى اتفاقات تطبيقية عملية موقعة بين الجانبين أما النقطة الثانية التي جرى البحث بها خلال الاجتماع فكانت حول محطات تغويز الغاز FSRU وهذا الأمر يتطلب خطة نهائية لموقع المحطات وعددها وأحجامها وقد لمس الوزير فياض اهتماما قطريا لمتابعة هذا الموضوع عبر إمكان توريد خدمة تزويد الغاز المسال وتغويزه وقد تم تعيين نائب رئيس شركة قطر للطاقة للشؤون التجارية لمتابعة هذا الموضوع إلى ذلك برز ما قاله رئيس الوفد الأمريكي لمفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل أموس هوكشتاين الذي أكد في حديث للسي أن بي سي ماهادي جامبل أن كل الأموال والتبرعات لن تكون مجرية إذا لم يكن هناك طاقة في مجال الطاقة لدينا الكثير من العمل لتوفير الطاقة والعمل يجري الآن للحصول على الغاز الطبيعي إلى داخل لبنان عبر ربط الشبكة من الأردن على طول الطريق إلى لبنان هذا لن يحل المشكلة برمتها لكنه سيعطينا مساحة للتنفس ولدي أمل كبير بأن نصل إلى اليوم الذي تنضج فيه كل هذه الأمور البنك الدولي يعمل على هذا الموضوع وهناك الكثير من الأعمال التقنية التي يجب القيام بها وإصلاح كل ما لا يعمل بطريقة جيدة فعليك أن تبني شيئا يضمن الاستمرارية أستطيع أن أقول لكم أني متفائل بشأن وصول الغاز والطاقة في الأشهر القليلة المقبلة كما آمل أن تحصل الانتخابات في أذار المقبل ولدي أمل بتضفق الغاز إنما الحل ليس في هذا الأمر فقط فهذين المشروعين يؤمنان معدل سبع ساعات كهرباء في اليوم ونحن نريد تأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم وأرى الأضواء في لبنان كأمل لللبنانيين فهناك الكثير من القلق حول زوال لبنان فهذا الظلام الذي يأتي بشكل غير متوقع يجب أن يكون هناك نور في نهاية النفق ونحن نريد التأكد من وجود هذا النور فمن دون الكهرباء لا تستطيع تثبيت الاقتصاد أو تثبيت السياسة نسبة إلى القول المأثور أن لبنان يهتز ولا يقع فهذا الأمر لم يعد صحيحا يجب أن نكون يقزين ونعمل أقصى ما بوسعنا وهذه رسالة في الولايات المتحدة وفي لبنان فالأموال والتبرعات لن تكون مجدية لأننا نريد الطاقة لكي تعمل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المنزلية والأعمال التجارية الصغيرة ستكون قادرة على العمل أيضا وإذا كنت مزارعا ستستطيع تشغيل مضخات المياه وتأمين المنتجات الخاصة بك إلى السوق أما موضوع التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة فأشارت المعلومات إلى أن الجانب القطري بانتظار خبر إيجابي بعد الانتهاء من حفر بئر بلوك رقم 10 في قبرص وعلى أساسه يتم تحديد مدى اهتمام القطريين بالتنقيب عن النفط والغاز في لبنان ومدى وجود فرص للمساهمة في هذا الأمر وقد أبدى الجانب القطري كل الاهتمام بالتعاون بالنسبة إلى استراتيجية الطاقة والغاز والمساعدة بالتخطيط والعمل لمساعدة لبنان على المستويات كافة في هذا الإطار